يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير وأنذرهم يوم الآزفة أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن ينذر قومه والرسل مبشرين ومنذرين فكما أنهم يبشرون بالخيرات وبالجنة وبغيرها من الطاعات كذلك ينذرون من النار لذلك قال الله جل وعلا رسلا مبشرين ومنذرين لأن لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أخرج الإمام أحمد وغيره من حديث النعمان بن بشير قال ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته إلى خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم الشاهد وينذرهم شر ما يعلمه لهم وهذه الآية أمر الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم بأن ينذر وأنذرهم يوم الآزفة ويوم الآزفة هو يوم القيامة كما قال الله جل وعلا أزفة الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة وقال تعالى اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون وقال الله جل وعلا اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وأنذرهم يوم الآزفة ذلك اليوم من وهله ومما فيه من العذاب ينذر الله جل وعلا العباد منه لذلك قال الله جل وعلا عن ذلك اليوم يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينه وبينها أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد وقال الله جل وعلا عن المجرمين وقالوا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وفي ذلك اليوم قال الله جل وعلا يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل مرء منهم يومئذ شأن يغنيها أي زول عنده موضوع براو وإي زول بيكون خايف على نفسه لذلك في حديث الشفاعة أن الناس لما يشتد بهم الحر يذهبون إلى آدم يشفعون يستشفعون به يقولون يا آدم أنت أبو البشر ألا ترى ما نحن فيه ألا ترى ما بلغنا فيقول نفسي نفسي لا أسأله اليوم إلا نفسي إن رب اليوم غضب غضبا لم يغضب غبله مثله ولي يغضب بعده ولي يغضب بعده مثله ولي يغضب بعده مثله اذهبوا إلى غيري فيذهبون إلى نوح ويقولون أنت أول رسول ألا ترى ما نحن فيه ألا ترى ما بلغنا فيقول نفسي نفسي لا أسأله اليوم إلا نفسي إن رب اليوم غضب غضبا لم يغضب غبله مثله ولي يغضب بعده مثله وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين قال مجاهد كما في تفسير ابن كثير قال ارتفعت القلوب إلى الحناجر من الخوف حينما يروا العذاب ويروا السؤال ويروا غضب الله ترتفع هذه القلوب إلى الحناجر من الخوف ما للظالمين من حميمٍ ولا شفيع يطاع والظالمون هم المشركون لذلك لما نزل قول الله جل وعلا الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم شكى أصحاب رسول الله أو استفسر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من رسول الله هذه الآية فقال ليس الظلم الذي تظنون ألم تغرأوا قول العبد الصالح لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلمٌ عظيم لذلك قال الله جل وعلا ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضر فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين أي من المشركين ما للظالمين من حميمٍ ولا شفيع يطاع المشركون الذين أشركوا بالله والذين اعتقدوا في غير الله والذين دعوا الأموات من دون الله واستغاثوا بأهل القبور مع الله واعتقدوا أن الأموات يملكون النفع والضر مع الله هؤلاء ما لهم يومئذ من حميمٍ ولا شفيع يطاع الأشياخ الذين عبدوهم في هذه الحياة الدنيا وصرفوا لهم العبادات من دون الله وذلوا بل وسجدوا لهم مع الله هؤلاء يتبرؤون منهم كما قال الله جل وعلا إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتغطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا دي لالناس الكام بنادوا الشيخ الكام بيشربوا مويت الوضو بتحت الشيخ وبيدردقوا تحت الشيخ والشيخ لما نجع المركوب بتاعه الشاكل فيه عشرة ها ديل يوم القيامة بيقولوا لو أن لنا كرة يا الله لو رجعنا الدنيا فنتبرأوا منهم كما تبرأوا منا زي ما الشيوخ ديل هنا في يوم القيامة اتبرأوا مننا وقالوا ما بيعرفونا يا الله رجعنا للدنيا عشان نتبرأ منهم بيرجعوا بيرجعوا يا جماعة ربنا سبحانه وتعالى قال عن الصنفين قال وما هم بخارجين من النار لذلك هؤلاء الظالمين من المشركين لا ينفعهم لا ينفعهم هؤلاء الأشياء بل إن الله جل وعلا قال عن هؤلاء وعن هذه الخصومات قال الله جل وعلا وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من الشيء العذاب ده يا شيخنا بتقدر تمرقنا منه نحن كنا تابعين وكن في الدنيا وكنا بنجي الحواليات أو بنرقص وندق النوبات شيء لله يا زي التجلي يلغوصل في الكون متولي التصريف هي لك عجلة كنا بنقول الكلام ده ها؟ وحسن سيدي واتحسون بكم حسن فوق الكون متحكم وصابقيا ولا حق بعيد ويا واتبدر من الفقر ويا فلان ويا فلان بالناديم وفي الليلة الهادي بنادي سيدي سيادك ديل ما ينفعوك هناك ما ينفعوك تعرف؟ السياد ديل ذاته ما الشيوخ ديل ها؟ إذا ماتوا على هذا الشرك يوم القيامة بيقول لهم لو هدان الله لهديناكم إحنا في الدنيا كان الله هدانا وعرفنا التوحيد كان علمناكم له لو هدان الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم ربنا وعد الناس وعد العباد وقال ربكم ادعوني أستجب لكم دوعد من ربنا سبحانه وتعالى ربنا قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب تعوة الداعي إذا دعان فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون إن الله وعدكم ربنا وعدنا ووعد الأمة ووعد العباد بالإجابة وبعد ذلك صرفوا هذا الدعاء لغير الله ذهبوا إلى القباب والأضرحة وتبركوا بها مع الله وصرفوا العبادات وصرفوا السجود لغير الله واستغاثوا بغير الله ونشروا الشرك وحاربوا أهل التوحيد وأهل الدين والناصحين مع الله يقول لك الوهابي كان جاك بالآية أمرق للعصايا ما كلنا ممكن نمرق عصايا لكن الشغل الذي شغل ابتعد علم الله قال والرسول قال فإن تنازعتم في شيء فاردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويله أشأكد ربنا سبحانه وتعالى قال ما للظالمين يعني المشركين من حميم ولا شفيع يطع هذا رقيف وقفة يسيرة مع الشرك ولأنه في ناس يقول لك يا جماعة الشرك السماف الشرك الآن الشرك ده كان زمان في زمان أبو لهب وأبو جهل ذلك كان مشركين لكن أمة محمد ما فيها شرك قال لك منه فيها شرك أمة محمد دي فيها شرك راقد البلد دي بزات فيها شرك كتير جدا فهمت القباب دي أماكن بتاع الشرك لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال حيكون في شرك في الأمة دي قال عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين ويعبد الأوثان وهذا اللحق صوفية لحق بالمشركين نفس الشغل اللي كان بيعملوا المشركين بيعملوا الصوفية دي للآن يا هزااتو فيهم تكلامي إن هذا الشيخ من دون الله يقول لك ده توسل ده شيرك يا شيخنا ده ما توسل ده كفر بي ربنا فهمت كلامي لأن ربنا قال وَمَنْ يَدْعُوا مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخر لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ أَيِّزُوا الْمَشَنَ ها ده شيخ ده كافر ما مسلم ده ما يندع لغة الإسلام أبداً نعدية الشيخ هاي ده كافر وهذا على سبيل العموم نعدية الله يدت مسلم بس شأن أنا أحل لك قلت يا الله يدت كده مع المسلمين قلت يا الشيخ إدت مع المشركين إدت ما مسلم في إمتى؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى قال في سورة في سورة الأحقاف ربنا قال وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءُ وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ لذلك ربنا قال ما للظالمين المشركين الشرك موجود الآن عند الطرق الصوفية وفي هذه الأشعار وهذه المدايح مدايح دي ملانة بالشرك في إمتى أولا يقول لك بيمدحوا الرسول ما بيمدحوا الرسول بيمدح الشيخ بتاعه كباشي كم أدى ولد دا الرسول في كل بلد كم حل عقد دا البرعي محمد عبد الرحيم البرعي في كتاب رياضة الجنة ونرد جنة كم أدى ولد في كل بلد كم حل عقد كباشي في كل محل يربط ويحل كم أدى طفل غير مسؤتي في الكباشي في إمتى؟ دا الرسول هل مدحوا النبي عليه الصلاة والسلام ولما نمدحوا الرسول بيغلو فيه في إمتى؟ لما نجي يمدح الرسول عليه الصلاة والسلام بيغلو نحن بنريدك يا رسول الله ونحن عبيدك يا رسول دا غلو النبي عليه الصلاة والسلام قال لك أعبد الله ولقد بعثنا في كل أمة الرسولة أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت النبي عليه الصلاة والسلام ربنا بعثوا عشان تعبد الله الناس يخلوا الأولياء والصالحين ما ترى نفس الجماعة ذي اللي تقالي شنو؟ زمان كما في أولياء الرسول يحارب الأولياء الناس اللي بعبدوا الأولياء ذي نفس الشغلة الحاصلة الآن في إمتى؟ كان في الله الله الدولي صالح كما قال ابن عباس في إمتى؟ كان بعبدوا من دون الله النبي عليه الصلاة والسلام أتى إليهم وقال من مات وهو يدعو لله نداً دخل الناب في إمتى؟ وقال عليه الصلاة والسلام إذا سألت فاسأل الله أنه كان بعبد الأولياء وذلك كان أولياء الناس الموجودين الآن ما معرفين أولياء ولا ما أولياء ذلك وأغلبهم إن لم يكن جميعهم ذلك ما أولياء ذلك أولياء ابتعان إبليس أولياء ابتعان الشيطان ما أولياء ابتعان الله طرق الشعيفة دي كلها شيوخ الطرق الصوفية الميرغني ده أوليبتع شيطان ما أوليبتع رب العالمين أبداً وأنا أديك دليل من الكتب بتاعة الميرغني ذاته كتاب اللي هو كتاب مجموعة الأوراد الكبير في صفحة مية خمسة وعشرين الميرغني بتعمل مع الجن وبتكلم مع الشواطين قال وهذه أذكارنا بحق ما تتلوه عليكم وما تتلوه عليكم وهو برهتية كرير تتلية طوران مسجل بسجل ترقب قلمش ده شنو ده دي أسماء بتاع الشواطين الأسماء دي أسماء بتاع الشواطين بتلقى الأسماء ذاته موجودة في كتاب السحر الأحمر كتاب بتاع السحرة دي أل سحرة ياه أسأل ميرغني والبرعي عبارة عن السحرة دي أل سحرة بس في إمتا دي أل ما عندنا ملاغة بالولاية أزول ولاية بتاع الشنو ده قل لك آه قلنهود شطكيك مزعج العفاريد قال دي أل ميرغني مزعج العفاريد معنى دي العفاريد ومعترف كمان ماذا سيه كاتبه في كتابه وناشيره في السوق فهمتا فده البدعمل مع الشواطين أولياء للشيطان كما قال الله جل وعلا الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كبر أولياءهم آه الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون فده المجارم كلهم فهمتا كلامي البرعي عنده كتب كثيرة اللفة بتورك أن الرجل لما عنده على قبل ولاه أبدا وعنده علاقة مع ربنا ولا عنده علاقة مع دين النبي عليه الصلاة والسلام عنده كتاب اسمه رياض الجنة ونرد جنة بتكلم عن الشيوخ بتعينه قال ديال الفراس للكون حراس البرفع راسه ليه هو يواسه طيب نحن ما رافعين راسنا من زمان بلا إله إلا الله وين شيوه أقدروا أنهم ها ما يواسه كذابين عبارة عن كذابين ودجالين كلهم فهمتا؟ ديال عبارة عن دجاجلة ومجرمين ضلوا الأمة ديال واحد يلقى أهل كلهم تلقى ضلينهم الصوفية فهمتا كلامي؟ أنا مبارح لقيت حجة كبيرة كده من قرائبنا بعدين أول مرة أسأله في التوحيد قلت كده أشوف فتشة والتالى طبعا يا حجة ربنا سبحانه وتعالى قال وقال ربكم ادعوني أستجب لكم الجمال بيقولوا يا سيدي ويا فلان ويا فلان كلام ده شريك قلت ليلة نحن بنقول يا الله وبعدين يا سيدي فهمتا؟ دي ما ورطوها الصوفية انت قال لك ورطة منه دي ورطوها الصوفية وزيدة لشان كده نحن لازم نحارب الناس ديل شان الأمة دي تا مش عديل شان البلد دي نزل فيها خير من السماء والأرض لابد الناس تركز على التوحيد فهمتا؟ وما تشتغل بكلام هؤلاء المخذلين وما أكثرهم جماعة كتار مخذلين عبارة عن مجرمين فهمتا؟ قد تلقوا عنده ديقن لي بطن هنا لكن تلقى مجرم ما بيتكلم في التوحيد وأول ما تتكلم في البرع والكباشة أول سؤال بيستحضر في المسجد هزاته أبديقن ده تلقى أول سؤال بيستحضر والله أنا كان عندي فترة كده لا فيلي في منطقة معينة بس كده قدت أشوف البلد الحاصل فيه فهمتا؟ أي مسجد باشتغل فيه أبديقن بكورك قبل العامي والله العظيم قبل السوفي ذاته بكورك أبديقن استحضر من غير اسماء مرات بنشتغل من غير اسماء بنغدر المصلحة فهمتا؟ من غير اسم بكورك أبديقن يمرك برية يقول لك يا أخي اسمع ما كانت تجيب اسم قبة واحد قال له كده قال له كلمة قبة دي باس ما كانت تجيبه قال له كلمة قبة دي باسم في المسجد داخلنا هل أنت مجرم؟ هل أنت مجرمين وعامل ديقن كبيرا؟ الحالك ديقن بكم مبسوط متكيف جدا؟ يمرك يقول لك يا زاك الله خيرا تجينا الثاني عليك الله في المسجد أبديقن برجف والله أول ما تتكلم يتلفت تلقى يتلفت يتلفت ما لك أنت؟ يتلفت ما لك ده ما دين واضح لا أعجبك أهلك ديقن أمشال بس لك طاقية خدرية سنفرو زكزات وتشاهدت وين؟ في إمتى؟ دي المجرم أو ما أكثرهم مجرم أكثر في إمتى؟ ديقون دي الله من رحم الله ما بتلقزون نجيط بيقيف معك في التوحيد ودي الغربة ذاتها النبي عليه الصلاة والسلام قال بدأ الإسلام غريباً وسيعود غريباً كما بدأ فطوبة للغربة ونازل ما مختلفين معانا في ذكر الأسماء أو في مسألة الشدة على أهل البدع أو غيره نازل مختلفين معانا في العقيدة عديل في التوحيد مختلف معانا في التوحيد لما تتكلم أي كلام وين ما جبت اسم تلما يا جماعة نادو الله ما تنادو الشيخة في القبة دي أول زلطة القبيس عالبي تضايق قولك يا أخي بالغطة يا أخي الناس جيل تجين بالراحة تجين بيفوق بيفوق كيف يعني؟ بيفوق دي عندك لا دليل ولا كلام سيء؟ الدين دو واضح يا جماعة ربنا قالوا فإن تولوا فإنما على الرسول البلاغو المبين بلاغ واضح يا أخي تكلم الناس دو وضوح نادو الله ما تنادو الشيخ ده الموضوع لكن جماعة الآن جماعة انصار الصنة محمدية بأكله أجنيحتها فيهم تكلامي ده العبارة عن أخوان مسلمين وده الأكثر ناس الآن بيحاربوا التوحيد وبيحاربوا العقيدة كلم في الصوفية بيزعل أول زول هو أول زول تلقيس تحضر وده مرض يا جماعة نازل نازل الآن كلهم بيقوا من جماعة الأخوان المسلمين إلا من رحم ربك ترى إلا زول بتلقب عيد هناك في الغرة ممكن يكون شغال توحيد بيكشف الصوفية وكذا لكن جماعة تكلفين هنا يتكلم بالتوحيد تلقى يكفروا المكرافون ويقوموا يدافروه ما راضي الله براه والبرعي ما نافع ما راضي فذي المجرمين كلهم بما في ذلك هذا المجرم ذاك المجرم برضو الجمارك من روسيا ولا من وين أنا ما عارف في إمتى؟ دكتور بتعركب ده ده برضو مجرم والجماعة معه مجرمين هذا النجي بيسمه لأنه ديت تلك أمة قد خلت لكن ترى مجرم برضو نفس الشغل بتاع تنصار السنة الدكتور بتاع شنباد نفس الشغل بتاع تنصار السنة ذاته بيربي عليه والأولاد ده فهمت؟ الشغل ذاته ما برضو التوحيد وما برضو تتكلم في الصوفية بوضوح الكلام دي احنا عندنا لوا دلة من كتاب الله ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام مستفيدة لكن التوحيد ده ما بقيه فيه ولا الرجال والله نكلمه كالنصيحة ما راجل ما تدعو ذاته الشغل ذي فيه موت عديل فيه ضرب فيه بنية فيه أي حاجة ده تدعو للتوحيد ترجل بس توحيد ده ده الرجال عديل كلمه كالنصيحة ده الرجال عديل تمشي للصوفي ده تقول لي شيخك ده مجرم تنادي الله والبرع مجرم ده الدين كده فهمت كلامي أنا أبتهي بهذا القدر وأسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته موفقنا للخير وأقدم أخونا الشيخ من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر